موسيقى موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بالشرق الأوسط برامج تقييم نفسي للمقاتلين السوريين الذين يتم تدريبهم من المعارضة زوجة البغدادي العراقية ورقة مساومة لبنانية لإطلاق أسر الجيش مسؤول في البنتاجون للشرق الأوسط وعون لدور إيران المزعزع لاستقرار العراق الكونغرس جوانتنامو لن يغلق وفي العربي الجديد انفجار سيارة مفخخة قرب منزل السفير الإيراني في صنع انتفاضة المفرقعات النارية في القدس تؤرق الاحتلال الانتخابات عنوان أزمة جديدة بين حركتي فتح وحمس مشاجرة في البرلمان الأردني من الإخوان والقومين إلى الكوتا أما في العرب اللندنية البيت الأبيض يصر على رفض منطقة حضر جوي في سوريا داعش يعيد تدوير فلول القاعدة لزرع خلايا له في السعودية النائب العام المصري يطعن في براءة مباركة جاء في القدس العربي أيضا أحد أعضاء وفد من طرطوس الأسد قال لنا ننتظر تنظيف البلاد من الإرهابيين لإنهاء الأزمة هجرة 150 طبيبا من المناطق الخاضعة للمعارضة السورية في ريف إدلب وحلب وحمى خلال شهرين أكثر من 200 ألف قتيل في حرب سوريا وتعليق مساعدات غذائية للاجئين غازي عينتاب اشتهرت بصناعة البقلاوة واليوم هي مركز الثورة السورية ممثلة الأمم المتحدة لنزع السلاح تدعو سوريا للكشف عن وثائق برنامج الأسلحة الكيميائية مقتل أمير شيشاني لداعش في عين العرب وفرقاطة روسية في زيارة عمل إلى ميناء طرطوس طهران تنفي نبأ مشاركة طائراتها في قصف الدولة الإسلامية في العراق والبنتاجون يؤكد الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في القدس اقتحام الأقصى مستمر ونتنياهو ينكث غعوده طائرات تابعة لقوات حفتر استهدفت مواقع في طرابلوس وغريان وزوارة المغرب يحتل المرتبة العاشرة في قائمة دافوس لأسوأ دول يمكن أن تعيش فيها المرأة وفي الحياة واشنطن لن تدرب منتهكي حقوق الإنسان في المعارضة السورية مقتلوا ستة عسكريين لبنانيين في كمينة نصبه متسللون من سوريا مصر حالة أوراق 188 متهما في قضية كرداسة للمفتي تمهيدا لأعدامهم وفي المستقبل جاء أيضا اشتباكات في الشيخ مسكين وبصر الشام يشارك فيها عناصر حزب الله داعش يتراجع في عين العرب ويفجر عربة في بلدير الزهر معتدلو سوريا ينتظرون المزيد من مساعدات الغرب أردوغان الشباب الأتراك يعرفون أينشتاين ولا يعرفون العلماء المسلمين وفي موقع السيريا نيوز فقد تعنونا اليوم ضحايا بقصف على الغنط بريف حمص ومقاتلون معارضون يعلنون السيطرة على مواقع بمحيط سجن حلبة انفجار سيارة مفخخة في حي الرصافة في دير الزهر وتقدم لداعش في الحي الاتلاف المعارض تعليق المساعدات الأممية للاجئين السوريين سيعرض آلاف الأسر للموت جوعا موسكو لا يمكن للتحالف الدولي تحقيق نجاح في الحرب ضد داعش دون التنسيق مع دمشق أموس تطالب مجلس الأمن بتمديد فترة سماح عبور شاحنات المساعدات إلى سوريا مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في قدسي بريف دمشق وسقوط قذائف في شارع تشريم بحلب الخارجية الكويتية تمنح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين سوريين لإعادة فتح سفارة بلادهم اليونان تتخلى عن مساعدة ثلاثمائة سوري يعتصمون أمام البرلمان لتسهيل عبورهم للدول الأوروبية موسيقى قمة أنقرة تبدد احتمالات تسوية وشيكة للأزمة السورية هذا ما كتبه صبح فرانجية في مدار اليوم أضافت نتائج القمة الروسية التركية التي عقدت في أنقرة خيبة أمل جديدة للأوساط السياسية التي ترقب بقلق الاستفافات الإقليمية والدولية المصاحبة لتراجع الجدية الأمريكية في إيجاد حل للأزمة السورية التقطت قوى المعارضة السورية عصب الخلاف التركي الروسي حول الأزمة من تباين موقفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قمة أنقرة حيث قال الأول إنه أوضح للثاني حقيقة ما يقوم به النظام السوري من قتل وتدمير بحق شعبه وأن النظام الحاكم في سوريا مبني على أساس القتل فيما أكد الثاني على أن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دليل على قبول يلقاه من الشعب السوري الأمر الذي عقب عليه أردوغان مباشرة بأنه نتائج تزوير للانتخابات لدى بدء الاستعدادات للقمة ربط المحللون الأتراك الوصول إلى اتفاق روسي تركي بأربع نقاط صعبة التحقق أهمها أنه على القيادة الروسية وقف دعمها العسكري لنظام الأسد وأن تمنع القوات السورية من الاعتداء على المدنيين مقابل الحظر التركي للجماعة السورية المسلحة لكن النتائج أظهرت هذه الرؤية كانت ممعنة في تفاؤلها وأن الخلافة بين أنقرة وموسكو يدور حول مصير الأسد في الفترة المقبلة نتائج قمة الثنائية ترافقت مع إعلان البيت الأبيض بأنه لا يؤيد في الوقت الحاضر إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا حيث أشار المتحدث باسم الإدارة الأمريكية جوش إرنست إلى أن هذا الاقتراح ليس حلا جيدا في الوقت الحاضر ونفت الخارجية الأمريكية وجود اتفاق حول إقامة منطقة عزلة على الحدود بين تركيا وسوريا الواضح أن التحركات السابقة للقيمة الروسية التركية ومن بينها اللقاء الروسي السوري كانت محاولات للتفاهم حول المرحلة المقبلة وفي هذا السياق قال مصدر في الائتلاف المعارض لمدار اليوم أن اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو ورئيس الائتلاف هذه البحرة تركز على مطلب تركي بتوحيد صفوف المعارضة السورية وتأكيدات من الجانب التركي أنه لن يسمح بسقوط حلب وأضاف المصدر أن تركيا أكدت وجود توافق تركي أمريكي حول الموقف من القضية السورية وخصوصا ما يتعلق بدعم الائتلاف والجيش الحر وتشير المصادر إلى أن النظر الأمريكي حول المنطقة الآمنة مختلفة وأن تركيا ترى أن تكون هذه المنطقة محمية من الأرض بواسطة الجيش الحر ومن الجو بواسطة الطيران ولا يمكن للنظام دخولها التردد الأمريكي والخلاف التركي الروسي حول مصير الأسد يرفع من حدة التوتر الدولي ويزيد المعارضة حيرة وبالتالي الخطوة الإيجابية نحو حل الأزمة التي ينتظرها السوريون تبقى غائبة في ضبابية المواقف الدولية وتضارب الرؤى السياسية حول الحل الممكن في سوريا في صحيفة المدن كتب عمر قدور التنكيل المصري بنا وفق المطالع القانونية التي أصدرها قاضي محكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثورات العربية هي تنفيذ لمخطط الجيل الرابع الذي تولت فيه منظمات عالمية تدريب الشباب على فنون التظاهرات والاحتجاجات المدنية من أجل شل بلادهم وتعطيلها وربما تقسيمها المنظمات العالمية تأتمر بمخططات محور الشر الذي يضم أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا وقطر والمؤامرة الكبرى بدأت بالغزو الأمريكي للعراق وانتهت إلى إثارة الفتن في مصر وليبيا واليمن وسوريا إذن القاضي لا يتوقف فقط عند صلاحيته التي تقتصر على الحدود السيادية لدولته ولا يتوقف عند إدانة المصريين الذين شاركوا في ثورة يناير سواء كانوا عملاء أو مغرر بهم وفق رأيه القانوني بل إنه وفق ذلك يجرم ثلاثة شعوب أخرى بالتهمة ذاتها استطرادا محاكمة مبارك التي سميت بمحاكمة القرن أبقي على صفتها لكن على أن تتحول إلى محاكمة القرن لتبيان جرائم الشعوب في حق أنظمتها وهي من هذا المنظور لا تتعدى اختصاصها إذ تبرئ قادة أنظمة ليبيا واليمن وسوريا وتبرر الجرائم التي ارتكبتها أو لا تزال ترتكبها ما دام الأمر يتعلق بالتصدي لمؤامرة القرن وإذا كان القدر لم يتح للقذافي الابتهاج بمطالعة القاضي المصري وحكمه فالأمر متاح لنظيره اليمني والسوري أما من تآمر على الأنظمة ومن غرر بهم من الغلابة فعليهم تهيئة أنفسهم لمحاكمات لن تبرئ الأحياء منهم ولا الضحايا الأموات وستأتي محاكماتهم مسنودة بمحور الخير الذي قد يمثل في واجهته أشخاص على شاكلة وزير داخلية مبارك والمرحوم رئيس استخبارته يدا بيد مع أقرانهما مما سمي في وقت ما دول الربيع العربي ما يثير السخرية في المحكمة ومطالعتها القانونية قد يضغى على الآلام قد يضغى على آلام ذوي الضحايا المصريين وهذا موجود بلا شك في حسبان الذين أعدوا الحكم وأخرجوه أي إنه مدبر تماما ليأتي على شاكلة السخرية من كل ما تعرضت له الشعوب في المنطقة وما سيتتعرض له من تنكيل لحق كان في وسع مهندسي براءة مبارك تدبير حكم مخفف مع وقف التنفيذ أو كان في وسعهم مثلا تدبير حكم لوزير داخليته فقط وكانوا قادرين حتى على إفادة المتهمين من عفو رئاسي يصدر عنهم بعد تجريمهم إلا أن الاحتمالات السابقة كلها لا تحقق المرادة من حكم البراءة وإذ كان بعض التسريبات يشير إلى عدم القدرة على تجريم المتهمين لألا يقوموا بالكشف عن الكثير الكثير من الجرائم المسكوط عنها وعن العديد من الشركاء الذين لا يزالون على قيد سلطاتهم رسمية فإنما يسجل لأولائك الشركاء أنهم لم يذهبوا إلى حد تصفية أقرانهم في السجون على النحو الذي طالما حدث في ملفات مشابهة في دول أخرى من ذكرياتنا المريرة على هذا الصعيد أن بعض القضاة الأحرار في عهد مبارك نفسه وقفوا ضد تسييس القضاء المصري ودافعوا عن استقلاليته وأن بعض القضاة الأحرار اتخذوا الموقف ذاته في عهد محمد مرسي القصير وكانت الحجة دائما الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء المصري والتي لا يجوز الشك أو الطعن فيها غير أن مطالعة القاضي في محاكمة مبارك لا تدرأ شبهة التسييس بل على العكس تدخل من باب السياسة لتنفيذ الوقائع الجنائية وهي بذلك لا تنفي الطابع السياسي للقضية ككل أي لا تنفي كون المحاكمة مراجعة كاملة لعهد سياسي يفترض انقضاؤه القاضي بهذا المعنى يعطي لنفسه السلطة التامة لمحاكمة عهد مبارك والنطق بحكمه الذي يجزم ببراءة عهد مبارك كاملا وإذا أشار إلى بعض المظالم فيه فهي لا تعد كونها مظالم اعتيادية وهامشية لا تطال أساس وبنية نظام نفسه الواقع أنه حكم فريد واستثنائي من حيث تنكيله وتشفيه سياسيا لا بأهالي الضحايا المصريين فحسب وإنما بضحايا الأنظمة العربية المشابهة وهو حكم شجاع حقا لأنه يغمز من شرعية السلطة المصرية الحالية التي تردد المزاعم عن مجيئها إثر ثورتين شعبيتين مثل ما يسحب الشرعية من نظامي اليمن وليبيا الذين أتيا بعد ثورتين في بلادهما وربما بمجبه لا يكون هناك نظام يتمتع بشرعية التامة سوى نظام الأسد الذي نادى بنظرية المؤامرة منذ بدء الثورات العربية وإن اختلف الأخير مع مطالعة القاضي لجهة تموضع إيران وحزب الله ضمن محور الشر علاوة على ما سبق هو حكم تاريخي حيث أنه الأول على الصعيد القانوني الذي يحاكم مرحلة تاريخية لم تنتهي بعد وفي وقت كنا نظن فيه أن هذا يقتصر فقط على الشامتين بما آل إليه الربيع العربي من قبل كتبة السلطان أوفول له ومع أن قرار القاضي ينبغي أن لا تبخس فرادته وشجاعته واستثنائيته إلا أن الموضوعية تقضي وضعه ضمن سياق عام من الانقضاض على آثار الثورات العربية وضعه أيضا ضمن سياق فكري ينزع إلى تجريم الشعوب التي انطفضت وتجريدها من أهليتها وحقيتها في اختيار ما تريده من هذه الناحية فقط يبدو قرار القاضي مقصرا ومنقوصا وكان سيظهر أكثر انسجاما مع مجمل الحملة الحالية لو قضى بإعادة مبارك إلى سدة الرئاسة وإزالة أثار العدوان الذي تعرضت له الأنظمة المشابهة وصولا إلى محاكمة الناشطين الذين وقفوا يوما ضد توريث الرئاسة ومنعوا عن جمال مبارك حقه فيها بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم بكل خير دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة